تجنب الدخول في علاقة مع رجل يمتلك هذه الصفات تعتبر المرحلة الوردية الأولى من علاقات الحب من أجمل المراحل وأهمها فالاهتمام ببعض الأمور يجعل من هذه المرحلة أساساً متيناً لعلاقة عاطفية قوية ممتدة كما أن الوقوع في بعض الأخطاء كفيل بتدمير العلاقة من البداية حالة التفاؤل والابتسام الدائم ولماعين العيون من الأعراض المصاحبة لمراحل الحب الأولى التي يحاول فيها كل طرف كشف غموض الطرف الآخر وسبر أغواره وتعتبر هذه الفترة بمثابة حجر الأساس الذي يحدد سير العلاقة بعد ذلك ثمت بعض الأمور التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة حتى تمر بسلام وتتطور العلاقة بشكل صحي وفقاً لموقع بيتسي هونغز راتجيبر الألماني المتخصص في العلاقات الاجتماعية والتي أجازها فيما يلي الصراحة ثم الصراحة تعتبر الصراحة منذ البداية هي أهم أساسية العلاقة وهي التي تساعد في نجاحها بعد ذلك رغم الصعوبات المحتملة أما إخفاء بعض الحقائق أو حتى محاولة تزينها فإنه قد يؤدي لانهيار العلاقة إن آجلاً أم عاجلاً من الطبيعي أن يتسم الحبيب أو الحبيبة ببعض الصفات التي تناسبك تماماً لكن هذه مسألة طبيعية يجب تقبلها إذ لا يوجد شخص تنطبق عليه كافة المواصفات التي تريدها وبالنسبة للرجل على وجه الخصوص فإنه يفر من العلاقة بمجرد أن يشعر أن المرأة تحاول تغيير صفاته ورسم خط ليسير عليه الحفاظ على المساحة الحرة الارتباط لا يعني نسيان الأصدقاء وإهمال ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة ومن العادات السيئة أن تشعر المرأة بالامتعاد عندما تعرف أن حبيبها يرغب في قضاء وقت مع أصدقائه أو عندما يعترض الرجل على ذهاب المرأة لصالة الألعاب الرياضية ورغم أن أسباب هذه الأمور تعود عادة لرغبة كل طرف في قضاء أكبر وقت ممكن مع الطرف الآخر إلا أنها من الأمور هدامة للعلاقات العاطفية أما إعطاء شريك الحياة مساحة الحرية الكافية لقضاء بعض الأمور بعيدا عنك فله ميزة كبيرة وهي الزيادة حالة الاشتياق لا أكدب ولكن أتجمل محاولة رسم الصورة لنفسك غير الواقع ستضعك في إطار يصعب عليك الخروج منه بعد ذلك لذا فإن عدم المبالغة في تقديد الذات هي الطريق الأفضل لبناء علاقة سليمة تمهل قبل لقاء العائلة طلب المرأة من الرجل مقابلة عائلتها بمجرد تعرف عليه مسألة تجعل الرجل يشعر وكأنه تحت ضغط معين للإسراع في طلب الزواج ورغم أهمية التعرف بعائلات الطرف الآخر إلا أن الخبراء ينصحون بالتمهل قبل الإقدام على هذه الخطوة لا تخطط لعقد قادم من الزمان من الأمور التي تثير مخاوف الرجل أيضا في بداية العلقة واكتشافه أن المرأة التي بدأ للتوثم وعادتها تخطط لتفاصيل مستقبلها معه وعدد أطفالهما ومكان سكنهما خلال السنوات المقبلة هذه الأمور تحفز رغبة الرجل في الهروب للاحتفاظ بحريته كما يقول خبير العلاقات العاطفية الألماني الحفاظ على المظهر اهتمام كل طرف بأناقته مسألة يحرص عليها الطرفان في بداية العلاقة وكثيرا ما تقل مع الوقت ولا مانع من ظهورك بدون مكياج أو من ملابس رياضية عند مقابلة شريك الحياة المحتمل لكن لا يجب أن يتحول لهذا لإهمال في المظهر وينطبق الأمر نفسه على الرجل الذي لا يجب أن يهمل كي ملابسه والاهتمام بمظهره لمجرد ضمانه أن هذه المرأة صارت شريكة حياته طول العمر ضع الحدود من البداية كل علاقة تحتاج لرسم حدود معينة لا يتخطىها الطرف الآخر لذا يفضل أن يرسم كل طرف هذه الحدود الخاصة به من البداية ويتحدث عنها صراحة مع الطرف الآخر تعلم قول كلمة لا من المهم أن يستخدم كل طرف كلمة لا عندما يتطلب الموقف فهذا يجنبكم الكثير من الخلافات لاحقا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ل lineك واضل صحيحين صعب correspondent شكرا 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 شكرا